استمرارا لدعم المملكة العربية السعودية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في اليمن فقد نقشت اللجنة اليمنية السعودية المشكلة من وزارتي العدل في البلدين تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين الجانبين وإمكانية مساهمة الجانب السعودية في تمويل بناء مقرات للوزارة ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا في العاصمة المؤقتة عدن وترميم وتجهيز عدد من المجمعات القضائية والمحاكمة المتضررة في عدد من المحافظات المحررة حقيقة بعد نقل العاصمة المؤقتة إلى عدن كان لزاما بناء مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة من أهم هذه المؤسسات هي السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية التي يرتكز عليها تمثيل القضاء في الجمهورية اليمنية بشكل كامل استطاع فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي نقل المحكمة العليا وأيضا مجلس القضاء الأعلى إلى العاصمة المؤقتة عدن يأتي هذا التنسيق والدعم السعودي للأشقاء في اليمن في ظل ظروف استثنائية يعيشها السلك القضائية بعد تدمير الميليشيات الخفية مقرات المحاكم والنيابات لا سيما في العاصمة المؤقتة عدن في سبيل خلق بيئة من الإنفلات الأمنية فخطة الدعم السعودي تحتوي على إمكانية مساهمة الجانب السعودي في بناء مقر للمعهد العالي للقضاء بعد نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن وتجهيز المطبعة القضائية ومركز للمعلومات القضائية وإنشاء نظام إلكتروني لربط أجهزة السلطة القضائية في اليمن والاستفادة من التجربة السعودية في هذا الجانب هناك المزيد من الدعم سيقدم إلى البنية التحتية من بناء المحاكم وأيضا النيابات العامة وإصلاحيات السجون التي تابعة للسلطة القضائية وأيضا لمؤمور الضبط القضائي حقيقة هناك عمليات تدمير ممنهجة قامت بها ماليشيات الحوثي في العاصمة المؤقتة عدن وفي مأرب قبيل تحريرهما وأيضا في تعزم مجال التدريب والتأهيل للكوادر القضائية كان له جانب أيضا وأعضاء النيابة العامة والإداريين وتأهيل الكادر القانونية من خرجي كليات الشريعة والقانون وكليات الحقوق في المعهد العالي للقضاء في المملكة العربية السعودية يبقى الدور الأبرز للمملكة العربية السعودية في إعادة تأهيل البنية التحتية لسيما تأهيل السلطة القضائية والتي دمرها الحوثيون عن بكرة أبيها والتي باتت أمرا حتميا للمملكة العربية السعودية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في اليمن مروى النبيل لقناة الإخبارية عدن